ننتقل لخبر آخر وهو يعني تنفيذا طبعا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمؤسسة حياة كريمة كونها هي المظلة مظلة العمل التطوعي في المبادرة الرئاسية بعقد الندوات توعوية وتعريفية لطلاب المدارس والجماعات الحقيقة المؤسسة مؤسسة حياة كريمة عقدة اجتماع مع المجلس الأعلى للجماعات وزارة التربية والتعليم لبحث سبل تنفيذ هذه الندوات في المدارس والجماعات في كل محافظات الجمهورية ليه؟ لنشر ثقافة العمل التطوعي بين الشباب الدكتور أيمن عشور رئيس المجلس الأعلى للجماعات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجماعات وكل رؤساء الجماعات الحكومية عقدوا اجتماع مع وفد من مؤسسة حياة كريمة بيضم الأستاذ آية عمر رئيس مجلس أماناء المؤسسة الدكتور نادا دمياطي رئيس القطاع الطبي أستاذ محمد طاهر رئيس القطاع الميداني التنفيذي والأستاذ نادا خضر رئيس قطاع التعليم والثقافة والتوعية استمرارا طبعا لتوحيد الجهود في تنفيذ المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة وزي ما احنا بنقول اللي بتهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية وإتاحة الفرص لكل طواقف المجتمع للمشاركة في هذا المشروع القومي كمان الدكتور رادا حجازي وزير التربية والتعليم عقد اجتماع بديوان عام الوزارة مع وفد من المؤسسة بهدف بحث أوجه التعاون بين الوزارة والمؤسسة والمؤسسة الحياة حاجة تحترم شئ يحترم الحقيقة ونشجعوا انهم يشركوا شبابنا سواء كانوا في الجماعات أو في المدارس في العمل التطوعي مش بس يعني الاولاد هيتعلموا معاني رقية جدا من الانسانية لكن كمان هيتعلموا يتعاونوا وهتطور من شخصياتهم بشكل كبير جدا انا اتمنى طبعا يتم تنفيذ ده من السنة دي